اشتركوا في القناة لتطعيم الاطفال في الاقليم من جانبه ممثل شركاء التنمية في ليب بيكو قال بان تشاد بذلت جهودا كبيرة في جانب التطعيم لذا لم تسجل البلاد اية حالة لمرض الشلل منذ عام 2012 كما اكد مساعدتهم للحكومة في مكافحة هذه الامراض واستئصالها من البلاد من ناحيتها وزيرة الصحة العامة قالت على جميع المسؤولين والاداريين القيام بالتوعية الشاملة لاولياء الامور بخطورة مرض الشلل وكذا قيمة التطعيم الذي يقي اطفالهم من هذه الامراض موسيقى موسيقى نهاية المناسبة اطلقت رسميا وزيرة الصحة العامة حملة تطعيم الاطفال ضد الشلل لهذا العامة بجانب المسؤولين الاداريين وشركاء التنمية بالبلاد علما بان مثل هذه الحملات التطعيمية تقل اطفال من هذه الامراض المؤدية موسيقى